كابتن ربيع تعني وإحنا بنتكلم دلوقتي حراك قلت إيه ما تقارنش جيل بجيل أو فريق بفريق طبعا لأ بس أنا عايز أطلو من حراك قارن الأهلي بتاعك بالأهلي النهاردة أنا أهلي النهاردة من وجهة نظر أنا الفنية بتكلم كمدرب أنا ما عنديش مشاكل مشكلة كلها فنية مدرب مع العيبة أو لعيبة مع مدرب أنا من وجهة نظر أنا يعني اللعيبة دي يا شريف حضرتك هي اللعيبة اللي كسبتنا السنة اللي فات هي اللي كان من أسبوع مكسبنا نهاية أفريقيا حصل أزمة فنية أزمة ثقة أزمة تغيير مش العدد الكريم ده اللي تتغير في مراكز معينة ممكن تبقى إضافة لكن أنا لو مسكت لك كل مركز في النادي الأهلي هتقول لي مين يمشي هيبه صعب أقولك معلوله صبر رحيل احتياطي فيه أدي معلول باكليفت منتخب تونس أقولك أحمد فتحي بكريت وتحدي احتياطي محمد هاني حد يمشي من التين دول أقولك التلاتة الديفندر لفصة الملعب الشام محمد والمصمار متاعنا حسام حسام عشور ومعهم السولية اللي هم رشع منتخب مصر أقولك في اليمين مثلا فيه وليد سليمان اللي هو أحصل عيف في مصر حاليا حضرتك وتحتية حمودي اللي هو عمل مع شغل صاق جوم عشور يعني حاني شاف إنه مشكلة مشكلة إزاي أجيلك أجيلك حالتك طبعا 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 فيه إضافات معنا الكابتن ومع الكابتن لكن مثلا أحمد حمدي ونصر مهر مش دول كانوا مكسرين دون السنة اللي فاتت ومعها سموحة وجبناهم تلاتة في مركز راس حربة حضرتك أزاروا في منتخب المغرب مروان محسن في منتخب مصر صلاح محسن في منتخب مصر كابتن محمد يوسف يقدر يحل المشكلة دي طبعا حمد خبرة ومحمد تدرج أنا بطلب إدارة فنية أجنبية على مستوى لكن محمد يوسف موجود سايف إنه قادر على إنه يحل المشكلة محمد حضرتك تدرج مدرب مساعد مدرب عام مدير فني وحاها نجاحات مدرب شخصية قوية ومدرب كويس ومدرب شاط وجي تنظر أنا مع إدارة فنية أجنبية بيبا معا محمد يوسف أنا ترجمتلك ليه دي من الإدارة الفنية الأجنبية لا هو نادر أهل كبير وحاجمه كبير أنا ما عندناش عبكاري زي الجهري ما أحترامش تهدي أنا بتكلم لأن أنا عارف إزاي الأهل يدار خذلك كان جوزي تكلمني على الجزئ آه شخصية ومدرب وكان معا لعيبة بس ومدرب يعني حالك شاف أنه دايما الجدل اللي بيدور على مدرب الأجنبي ولا مدرب الوطني الأهلي هو مدرب الأجنبي طبعا رقم واحد ما عندناش عبكاري ممكن ظروفه وصل من بديل خدميته في الإدارة في ظاهره موفره موفره السنة اللي فاته لابله كان كل مركز له ثلاث لعيبة وفي نفس الوقت الفنين المنافس كان ظروفه الفنية كان بعيد كل الوقت مين بينافسها غير الزمالك زمالك لم يواقع وظروفه الفنية في الماتشات والمكسا ما كانش موجود